بدي انتقل لشمال وتحديداً إلى الزميلة يارا درغام إلى عكار طبعاً عكار اللي بتتميز بمساحاتها للخضرة وبيغاباتها الحلوة ياراً انت وين تحديداً؟ صباح الخير نادا لأليك ولي جميع مشاهدي الأل بي سي آي صباح الفرح وجمال الطبيعة مثل ما ذكرتين نحن موجودين بعكار منقول نحن بالشمال والقلب دايماً بميل على الشمال بأجمل المناطق والمناظر الطبيعية هون بعكار ما رح خبركم كتير تفاصيل عن المنطقة لأنه يمكن الشيطة مجوحة قد ما زيرتها وشايفة أدى فيها تنوع بيئي وغنية بهيداً تنوع البيئي والإيكولوجي يلي يمكن مشكلة العالم تعرفه واليوم قد ما فينا رح نفرجيكم نياه بعدة الزميل سامير بيتامونة وأيضاً ميلاد عيد إلى جانبي في عثمان طالب ابن عكار شاب ابن عكار مغروم بعكار إذا فينا نقول يعني على السوشل ميديا وينما كان ضرب عكار بتفرجونا أجمل مناظر طبيعية خبرني أكتر عن غيبة العزر مطرح ما نحن موجودين وعن أجمل قصص يلي منشوفها بعكار أهلا وسهلا فيكم وشكراً للمسيعة على النهار الحلو بدايةً بدي أعرف شو عن عكار عكاري بمساحة 788 كم بربع على المساحة الشاسعة فيه أكتر من 35% غابات لذلك حنشوف كتير تنوع طبيعي وعكاري واحدة من أهم المناطق بلبنان بتنوع البيولوجي والطبيعي نمشي ونشوف سوال غيبة نمشي ونشوفها طبعاً نحن هلا بغابة العزر بفنيدة عكار واحدة من أهم الغابات المفضلة للسياح بلبنان عم نحكي بمساحة 1 كم مربع الأشجار اللي عم نشوفها هي السندين العزر الكويركو السيريس الشكل المميز بخلل السياح كتير يحبوا يجو عليها وهي غابة نفضية لذلك حلق بعد جمعتين ثلاثة حب بلش ترمي أوراقها هغير لونه نحن بنعرف أنه هيدا الغابة معروفة بأربع فصول صح؟ صح يا 100% كل فصل إلى لون واللون المفضل فيها هو النون الخريفي لأنه تحول لغابة ذهبية فعلاً 100% خبرنا أكتر عن الحيوانات يعني أنا جيت لهون معكم مع العائلة وشفت الحيوانات اللي موجودة قدرنا نشوفها دغري مباشرة قدامنا شو هي؟ صحيح عنا هون أكتر شي بعيش بالغابة السنجاب لأنه بيتغزى على البلوت في عنا كمان الزئاب والضبع بس أكيد بيكونوا شوي أعلى من الغابة هون وكمانا فينا نحكي عن صوت العصافير يلي عم نسمعه عن الهواء يعني نفس واحد من غيبة العزر تمتلي رويينها من هيدا النفس الحلو المنعش يلي يمكن الناس بعد مننا مجربته ولا مختبرته عفواً إذا بتتخبرنا أكتر غير غيبة العزر يعني عنا الأماكن الأخرى بالجوار كل الأماكن اللي فيها شجر وتنوع هيدا الشجر والأنهر اللي نزلنا عليها إن كان بوايد جهنم وغيره صحيح عكار فيها حزام غباية 65 كيلومتر بقدروا تشوفوه وتزوروه أكيد عنا 300 كيلومتر من ضرب الماشي وأكتر من موزعين على أكتر من 34 درب بعكار فهيرا التنوع الشيسع بيخلي عكار واحدة من أهم المناطق حتى عنا أنهر بوايد جهنم عنا كمان الأموعة هي واحدة من أهم الوجهات المفضلة اللي بتتميز بأشجار الشوح الأبي السليسكا كمان فأيذا كله بيخلي عكار واحدة من أهم المناطق التنوعا التنوع البيولوجيا عفوا آخر سؤال لألك شفنا سوى نباتات هلا يمكن بعدسة الكاميرا ما منقدر نشوفهم كتير صغار من أوركيد وغيره موجودين بس 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 بعكار شو هنه أبرز هالنباتات أكيد نحكي شوى عن النباتات منتعمق أفين أكتر روي عنا حملة سوسان البازالت اللي اكتشفناها في 2016 توسقت لأول مرة بلبنان كان يقال أنه منقرضة من زمان بس رجعت توسقت الحمد لله وكتير الأنواع من الأوركيدال اللي عم نشتغل عليهم بمختبر دارة بعكار كمان عصمان يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله منشوف جمال عكار أكتر وأكتر من خلالكم من خلال زيارتنا لعكار كمان لابد من الإشارة إلى أنه إلى جانب عكار يعني عم نحكي بشمال اللي رح نبرمكم فيه أكتر خلال نهارنا بشكل عام في عنا الضنية عنا عيون السمك عنا أجمل مناظر الطبيعية تنتد على جبال عكار جبال الشمال مننا رح ننزل على ساحل ونفرجيكم نشوفي عنا جمال بلبنان عود لعندك ندا إلى الستيديو